في البداية نتكلم عن الموضوع بشق وراثي هل الأمراض الوراثية لها علاقة بتشوهات الأسنان؟ وإيه اللي بيحصل مع أولادنا في سن مبكرة من عدم نطق الأسنان بشكل متكامل أو صح؟ يبقى بعض الأمراض الوراثية والمتلازمات لها شق خاص بالأسنان فحتى في تصنيف المتلازمات وتشخيصها بالإضافة طبعا إلى أن في تطور في موضوع الجيناتيك السينية رسمي جيني أو التحاليل الجينية أو الدراسات الجينية أنه قبل كده حتى قبل تطور الموضوع كان الأسنان كانت هي كي فاكتور في حل المتلازمات لأنه يبقى لها زي بصمة وليها مجموعة من الخصائص مشتركة مع متلازمات أخرى زي أشهرهم طبعا هي داون سندروم اللي هي متلازمة داون متلازمة داون أو سلسية 21 بيسموها وكتير منها بيبقى لها صفة مميزة في الأسنان بيخليها سهلة في التشخيص ومعروفة فإحنا تعرفنا في وسطنا العربي عن التشوهات الوراثية كلمة الوراثية لما انترجمها الطبية في مصرحات انجليزية لها معنايين أن هي هل الجيناتيك هل هي في الجينات هل هي في الدين بتاع المريض ولا ان هي تشوهات هو ولد بيها لأسباب تانية غير الأسباب الجينية فهي ممكن تبقى حاجات جينية وممكن تبقى حاجات هو تولد بيها لمشاكل في التغذية لإشعاعات كونية بقى حاجات عرضية ما فيش فيها كنترول عليها أو بعض الفيروسات والبكتيريا اللي ممكن تصاب بيها الأم أو الطفل في السنين الأولى كل دي حاجات دي ممكن تأثر على الأسنان والتدوين تجعلها هذه التشوهات اشتركوا في القناة